والله ما نعرف وين هو أنا احضرت مشاهد قبل هيك واحضرت صواريس من قجرة لكن بحجم القوة هاد والغل هاد على الشراسة هاد أنا ما شفت بلغوا أهل الحي شف كيف بعد صلاة العصر شف كيف فإنهم يخلوا فأخلينا شف كيف نحيط الجامع شف كيف وبعدين راحوا نزلوا شف كيف وخبطوا على المكان شف كيف ورفنا سبحانه وتعالى شف كيف يفرجها علينا وعلى جميع المسلمين ولا تعليق يعني من الآخر شف كيف ما عندي يعني حكي والله أقول هذا اللي صار يعني بالظبط والله يا حيان نزحين شكيف فنخننص القرارة شف كيف ونزحنا هان على دير البلح والحمد لله رب العالمين قدروا لطف شف كيف الحمد لله لا في أصبات ولا في حاجة ولا في محتاجة الحمد لله والله ما نعرف وين هو يعني وين الروح شف كيف ما في مكان شف كيف ما في مكان شف كيف نحيط البحر كلهم سكفر زحمة الخيام على بعض المجاري فوقيهم شف كيف والأمراض شف كيف كل اللي لاي شيء يعني بتدحكي لك شف كيف بسنا طلعنا على خبر انه في ناس بتزحك هان كان في اتصال انه هو من المخابرات الصيونية أو الهدود فحدثوا مع شخصان على أساس انهم يطلعوا من هذه المنطقة من الجنوب بعد بلاد الرباح له على أساس انها منطقة آمنة والمنطقة المربحة هذا بده ينتسف فتوجهنا كلنا وكان صغار التجري والحياة والشاء المنظر هيك وكان مرعد للأولاد وللناس وللحياة فتوجهنا هناك فجأة خبطوا الصاروخ لمح البصر لقيت بيجي خمسة عشر أو عشرين في الصابحة حولي وكان أغلبهم بك الرجل في المشهد هذا أنا شوف تسأل لي هو جاري في الخيمة رياض وطلعت على شهد الأقصى وأنا بالأسعاف سمعت الضربة الثانية فكان طبعا أنا كان أطوالي من بضعجهم شوية أنا والزوجتي فسمعت الضربة الثانية فجأت من شهد الأقصى على المنظر بالضمار هذا والمنظر الشورة أبلغ من الحديث أو من الكلام ما شروع العلمة؟ أنا جد ضمار شامل أنا احضرت مشاهد قبل هيك واحضرت صواريس من قاجاته لكن بحجم القوة هذا والغل هذا والشراثة هذا أنا ما شوفته فالشي أن هاي الأمان انت شاي هذا الأمان الأمان من رأيت لك الصورة مش حقدر أتكلم على حجم الصورة أو على حجم اللقاطات اللي احنا عشناها في المشهد والله كانت مرعبة للأطوال خصناس والله مرعبة كنتم معاً المترجم للقناة